أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان بحييكم في اسم الرب يسوع المسيح وبصلي أن هاي الفترة تكون فترة حلوة مع العيلة تقضي وقت وتنمو وتكبر في الرب معه ككل أفراد عيلتك أنا عم بحاول أزبط الكاميرا خصصنا كل يوم اتنين للرد على الأسئلة واليوم السؤال يعني هو شوي سلبي اللي سألني هذا السؤال والسؤال كان بكل بساطة هل المسيحية في تراجع؟ يعني هل المسيحية عم بتخسر وعم بتفقد مسيحيتها أو تأثيرها في المجتمع ولسيما في هذه الأيام خلينا أقول بغض النظر شو عم نشوف اليوم سواء على شاشات التلفاز أو الإذاعات الإخبارية نشوف أخبار اللي هي سلبية جدا والأغرب من كل هذا الهجوم الكاسح على هوية وشخصية يسوع المسيح عندهم الجرأة أنه يتكلموا عن يسوع أو على يسوع لأنه القوانين بتسمح ولأنه المسيح مش راح يحمل السيف وأي شخص هاجم المسيح رايح يقتل بالمقابل منشوف أنه ولا أي هجوم على أي نبي آخر ولسيما في الشرق الأوسط خلينا نكون صارحين مثلا الإسلام ما في حد بيقدر يعتدي على نبي الإسلام أو يتكلم بشكل سلبي وإلا فيمكن في نوع من الإحباط في بعض المسيحيين وكأنه الأمور أخذة في التراجع والرد على هذا السؤال بالطبع لا لا ولن يمكن للمسيحية أن تتراجع تعرف يا حبائي يعني المسيحية يعني أول شيء نمت في حقب تاريخية معينة ونمت خلي بالك بدون السيف بدون الحرب بدون الرد بالمثل بالعكس نمت بالمحبة والغفران والتسامح وغيرت مجتمعات غيرت دول من بداية المسيحية وخلال 25 سنة وصلت إلى 3 قارات بدون قطر الدم على النقيد أنه كانوا يقتلوا من أجل يسوع المسيح لكن في فترات تاريخية اللي بيكون فيها سهولة التواصل وفي فترات اللي بيكون فيها اضطهاد فظيع مرير ضد المسيحية سواء من بداية الأيام من مهد المسيحية حتى يومنا هذا منشوف فترات وحقب تاريخية هل المسيحية في تراجع بالطبع؟ لا يعني أولا خلينا أقول وعد المسيح وعد المسيح أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها يسوع المسيح الحي هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد وطالما يسوع هو حي هو رأس الكنيسة كنيسة المسيح ستبقى حية إلى أبد الأبدين مش بس المسيح حي وعد أنه يبني كنيسته الشيء الجميل في الإيمان المسيحي أنه نهاية معروفة أنه صارت ممالك الأرض للرب ومسيحه واللي بيقرأ سفر الرؤية بيصل للنهاية إلى عصر المجيد مجيء المسيح ثانية ويبتدي بعصر جديد عصر طبعا اللي راح نكون مع المسيح في الأبدية إلى أبد الأبدين فإذن لن تفشل ولن تنتهي ولن تتراجع بل بالعكس المسيح الحي يبني كنيسته كل يوم بغض النظر قوانين الدول على فكرة بتتغير من فترة إلى فترة ومن أحيان طبعا ممكن تغيير القوانين بساعد على ازدياد المسيحية وفي فترات أخرى بساعد على يعني الاضطهاد والتجميد المسيحية شيء آخر الكنيسة هي جسد المسيح على الأرض وهي قوة المسيح في هذا العالم يعني واحد من الأمثل الكبير شاول الترصوص اللي كان بيتطهد الكنيسة تقابل مع الرب يسوع وتغيرت حياته ولا تستغرب إنه اليوم في كتير شخصيات المعادية لشخصية المسيح تغيرت حياتها فقط بسبب يعني بسيط جدا إنه ابتدى يبحث واكتشف تفوق وسمو ورفعة المسيح وبالحقيقة هل نقارن المسيح في أي شخصية أخرى؟ طبعاً بتطبع حاشة أصلاً عيب إنه نقارن يسوع في أي شخصية أخرى شيء آخر إنه المسيحية مش في تراجع في السنوات الأخيرة الميديا المسيحية لعبت دور كبير كبير في امتداد وانتشار المسيحية في كل العالم وأنا لا أتكلم فقط في اللغة العربية لكن في معظم لغات العالم أخذوا الرسالة واستخدموا الوسائل المتاحة والحرية المتاحة إنه يتكلموا عن يسوع المسيح وهذا لعب دور مهم إنه المسيحية انتشرت من خلال البرامج على القنوات الفضائية مثلاً إحنا رب أعطاني رؤية من سنة 82 وأنا بساوي برامج مسيحية في سنة 84 ابتدأت خدمة نور لجميع الأمم واليوم بتغطي قنوات فضائية عديدة وأقول خلال 37-38 سن اللي مضت يعني شفنا مئات 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 الألاف اللي آمنوا بالمسيح وتغيرت حياتهم وأيضاً مئات الألاف اللي تباركوا واللي رب سمع الصلوات واستجاب ومنشوف يعني معجزات كبيرة حدثت خلال كل السنوات اللي مضت ويمكن ما منعرفين ممكن يكون في ملايين الأبدية هي اللي رايحة تشهد بس الميديا اليوم لعبة دور كتير كتير مهم سواء القنوات الفضائية التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك أونلاين استخدام كل الوسائل الأخرى مثل تويتر مثل المسنجر مثل الإنترنت مثل إنستجرام ووسائل عديدة واتس آب فيبر إلى آخره مئات الآلاف من البرامج طبعا ليست بضرورة كلها صحيحة لأن في بعض البرامج محتاج أشد شعري لفوق ولسيما في بعض البرامج تسيء للمسيح أكتر من أنه بتكون بركة للناس فالميديا لعبة دور كتير كتير مهم شيء آخر ترجمة الكتاب المقدس ترجم الكتاب المقدس إلى معظم لغات العالم فما في أي عذر كل واحد بيقرأ كلمة الرب بلغته وعلى فكرة مش بس يعني مثلا بالترجمة العربية عنا يعني كده ترجمة ومبسطة حتى تساعدنا ندرك الفهم من كلمة الله في لغة مفهومة في هذه الأيام اللغة العربية وهكذا لغات الإنجليزية والفرنسية وحتى الأثني جروبس العرقات الأثنية برضو حتى قبائل صغيرة ترجمت أو ترجم الكتاب المقدس إلى كل هذه القبائل فترجمة الكتاب المقدس أكثر كتاب في العالم ترجم وما في أي عذر شيء آخر اللي ساعد على انتشار المسيحية وأن المسيحية فعلا مش في تراجع بل في تقدم أحيانا الإضطهاد الضيقات الصعوبات تقول الضيقات والإضطهاد نعم أحبائي من بداية المسيحية والكنيسة نمت في أحلك في أصعب الظروف والأوقات في أيام الإضطهاد العصيب نمت الكنيسة والإضطهاد ساعد على انتشار المسيحية تعرفوا حتى من بداية الكتاب يتقدم عن شعب الله في القديم في سفر الخروج الإصحاح الأول مكتوب يعني فرعون عاوز يخلص على كل الذكور من العبرانين ولكن بحسب ما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا بعدين صاروا يستخدموا العنف والقتل ونمى الشعب بالعكس وكثرة جدا واليوم يمكن أن ترى الصورة في كل مكان مثلا اليوم أكبر عدد من المسيحيين في الصين رغم كل الإضطهاد الصعب أكبر تقدم مسيحي هو في الصين ويقال مش أقل من 200 مليون مسيحي حاليا موجود في الصين وأسرع نمو مسيحي في العالم بتحب تسمع هاي المعلومة ويمكن تصدمك أسرع نمو مسيحي في العالم هو في إيران الأعداد بتزيد بشكل مزهل كان من فترة الجزائر لكن بسبب الاضطهاد وتسكير الكنائس في الجزائر فمنشوفوا اليوم إيران بغض النظر شو يعني الحكومة هناك لكن لسبب ما أنه ازدياد المسيحيين في إيران يعتبر أسرع نمو في العالم وماذا نقول عن آسيا وأفريقيا وجنوب أمريكا حقاً مثل ما قال الكتاب فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة شيء آخر أنه الكنيسة مش في تراجع ولا المسيحي في تراجع هو الخدمات الاجتماعية اللي صدرت من خلال الكتاب المقدس مثل بناء المستشفيات والعيادات والمدارس ومساعدات الإغاثة والدول واللاجئين وهو يعني ممكن تعددها واستقبال اللاجئين ما يسمى دول مسيحية على الأقل أن هذه الدول ابتدأت في معلومات أو في تعليم مسيحي لكن للأسف لما بيصل وضع يقولون للرب أبعد عنه منبتدي نشوف التراجع في هذه الدول لكن في دول أخرى مثل البرازيل مثل في جنوب أمريكا مثل في الشرق الأوسط في آسيا نمو بشكل مستمر وسريع جدا شيء آخر اللي ساعد انتشار الكنيسة وأنه الكنيسة فعلا مش في تراجع هو الرد المسيحي من زمان كان يقال ويحكى علينا كل شيء وما في إمكانية أنك ترد لأنه لا في تواصل اجتماعي ولا في فيديو ولا في أي وسيلة أخرى لكن اليوم الرد المسيحي صار بمتناول اليد فالمسيحيين عم بيردوا على كل الهجومات الخارجية من الديانات المتعددة طبعا بالنسبة لنا اللي بشوفنا على هذه البرامج منشوف أنه أكثر شيء منواجهه كمسيحيين هو الإسلام اللي هاجم المسيحيين لأنه ما كنا نرد لفترات طويلة اليوم كلها موجودة على الإنترنت وبوسائل التواصل فما عد فيه أي هجوم آه يمكن بهجموه كلاما لكن بدون الإثباتات العلمية المنطقية الحقيقية أو الكتابية اللي تدعم كل هذه الأمور فلا يستطيعون أن يواجهوا المسيحية لأنه بكل بساطة تفوق المسيح يعني أنت تتبع مين؟ تتبع مية ولا حي؟ تتبع شخص اللي هو كامل بلا خطية مثل لكل شعوب ولا تتبع شخصية أخرى فالرد المسيحي بالذات في الشرق الأوسط ما عد فيه المواجهة اللي كنا نشوفها بالأول على النقيد منشوف امتداد المسيحية في كل مكان لكن بالنسبة لنا كمسيحيين يبقى الأخطر الخطر الأكبر هو مواجهة الإلحاد في هذه الأيام والنظريات العلمية الكثيرة التي تهاجم الكتاب المقدس لاحظ يعني مش معبرين أي كتاب آخر ولا أي ديان أخرى لاحظ كل الهجوم هو على شخص المسيح أو على الكتاب المقدس أوليس عجبا أن هذا الأمر لا يثير يعني انتباهك أنه ليه آه منشوفه اليوم في كتير ملحدين بهاجم الكتاب المقدس وعشان أكون صادق كتير من المسلمين اللي تركوا الإسلام إلى الإلحاد طبعا نحن نتكلم بالملايين عشان أكون منصف كمان يعني بطالبه الإسلام يردوا على أمور كثيرة اللي الحاد يعني بيتحدى فيها الإسلام كما أنه بيتحدوا فيها المسيحية فهي النظريات العلمية الكثيرة اللي بتهاجم الكتاب المقدس بس الأشد خطورة هم المسيحيون الذين ينكرون الكتاب وتاريخية المسيح فإحنا صار إسا المواجهة بطلت كتير من الإسلام أو من بر أو من الخارج إحنا معركتنا داخلية كانوا مننا وخرجوا لأنهم لم يكونوا مننا في الأصل فهذا النوع هو الأخطر والأشد خطورة فمحتاجين الرد على كل هذه النصوص والمخطوطات اللي بحاولوا جيبوها ولسيما اللي تتعلق بتاريخية المسيح وما زالت الكنيسة حتى يومنا هذا في حرب شرصة ضد كل هذه الأفكار أنا عاوز أقول عن بحارب إله المسيحية لكن كنيسة المسيح هي حية هي التي تستمر إلى مجيء المسيح لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة منتصرة كنيسة كاملة كنيسة مقدسة بلا عيب شو دورنا إحنا نستمر ننشر يسوع المسيح رسالة المسيح هي الرسالة المغيرة لهذا العالم لأنه ما في أخبار صارة إلا من خلال شخص المسيح فنحن مدعون أن ننشر الخير مقابل الشر المحبة مقابل الكراهية التسامح والغفران مقابل الحقد والضغينة وطبعا السلام مقابل العداء والخصام فرسالتنا هي هي وما زالت والكنيسة في تقدم مستمر وأنا أدعو كل اللي بيسمعونا فعلا أنك تكون خادم وشاهد لأنه مكتوب الله ولن يترك نفسه بلا شاهد على مر العصور وعلى مر الأزمان الله دائما يقيم رجال ونساء يقفون في الثغر ويعكسون صورة يسوع المسيح الجميلة المغيرة المخلصة المنقذة لهذا العالم أنا بصلي من كل قلبي أنك تقبل يسوع المسيح لأنه إذا لم تقبل بل رفض يسوع المسيح يوم من الأيام رح تقف أمامه هو الديان اللي رح يدين كل إنسان إذا أنت آمنت أو لم تؤمن أنا بصلي أنه رب يباركك وفعلا تختار القرار الصحيح أنك تؤمن بيسوع المسيح إذا أعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وكون شريك معنا في الخدمة اعمل شير حتى أكبر عدد ممكن يستفيد من هذه الدراسة ربنا يباركك إن شاء الله في المستقبل رح نتكلم عن الموضوع أكثر إسهاب هذا كان رد سريع فقط على سؤال وصلنا ربنا يباركك